بلاشت عملي داية خالص انسيه وسيبك منه وعملي الخطوات اللي انا هقولك عليها النهاردة وهتلاقي حياتي كلها اتغيرت تغيير للسماء اتغيرت 180 درجة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بالحلوين الطيبين اللي وحشون يقد الدنيا عاملين ايه حبيبي النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن نظام الطيبات من الالف الى الياء فيديو مهم جدا معلومات مهمة لازم تعرفوها وخصوصا للناس الجديدة وطبعا حبيبي اللي موجودين معايا من الاول اكيد المعلومات دي هتفتهم جدا منها معلومات جديدة ومنها حاجات بنستاعدها من اول وجديد اقول ملخص الدايت ناكل ايه ونصوم قد ايه ونشرب ايه في اليوم كله كمان واجبات لليوم كله هنعمل فيه ايه واجبات اسئلة كتير كمان هنتكلم عن بروتين في النظام مع ان البروتين هو اساس العضلات وبناء العضلات للي عايز يعمل دايت فاطلب منكم في بداية الفيديو تعملوا لايك علشان تدعموني باللايك ده كمان اعملوا شير لكل حبيبكم اللي انتم بتحبوهم علشان يستفادوا بالفيديو ده ابعتوا الفيديو ده لكل حبيبكم اشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوني انا اسمي دينا ودي قناتي دي هوم اولا لو انت حابة انك تعملي دايت بلاش تعملي دايت خالص انسي واسيبك منه خالص اهم حاجة اعملي الخطوات اللي انا هقولك عليها النهاردة وهتلاقي حياتي كلها تغيرت 100% كمان لو انت حسب اي وجع واي تعب في اي حاجة في جسمك الخطوات اللي انا هقولك عليها النهاردة دي هتساعدك جدا في الاستشفاء لان اساس نظام الطيبات هو الاستشفاء مش الضيل في نفس الوقت لما بتمشي على الخطوات بتاعة نظام الطيبات بتلاقي نفسك خسيتي وجسمك اتنحت طبيعي من غير ما تأيدي نفسك بداية معين زي ما كنا متعودين كومنت جالي بيقولي ان احنا لازم علشان نحافظ على العضلات لازم ناكل البروتين حضرتك البروتين مش مجرد حتة لحمة او حتة من الفراخ ان احنا ناكلها خلاص كده اخدنا البروتين وهدبني العضلات في جسمنا البروتين عبارة عن فيتامين وعن هرمون وهيموجلوبين بيشيل اكسوجين انا محتاج حاجة سهلة الامتصاص قبل ما توصل الامعاء لازم تكون سهلة على الامعاء انها تمتصة يبقى لازم اخدها من الاول بمكون سهل الهضم فعلشان توصل لها لازم تكون سهلة الماضغ الاول ايه الاسهل في الهضم اكتر شوية من الرز ولا حتة من الفرخة طبعا هنقول الرز لان هو حبة كاملة جواه جانين وجواه بروتين نجي نتكلم بقى عن البروتين اللي موجود في البيت اللي هو اساسي كان في الضيط قبل كده او في اللبن هنقول للبيت اللي هو فيه الالبومين واللبن فيه كازين وانا عايز اقول لكم ان احنا ما كناش بنا استفاد منه لانه هو مش سهل الهضم ابدا الالبومين ده بعد ما بيتجلط لما بيشم ريحة النار بيبيض كده شوية لو حتناه على النار وبيتجلط شوية ولما برضو يشم ريحة حمودة المعدة لما ندخله في المعدة بيتجلط برضو ولو نزلناه في المعدة اصلا مستوي ومسلوق يعني بتجلط جاهز يعني هيبقى برعا حتها من البلاستيك مش هيتهدم هتبقى حتة كده ريحة جاية في المعدة والمعدة اصلا ما كانش فيها حمدة بسبب الاكل الغلط ومضادات الحمودة اللي كنا بناخدها زائد كمان بكتريا بيلاحظ مثلا اللي بيأكل بيت ان فيه ريحة غير مستحبة مثلا في التجشق وغازات في القولون عموما اي الياف بروتين بتهيج جهاز المناعة فنخلي بالنا كمان من السمك بتاع المزارع مش كويس خالص بيأكل فضلات الفراخ والفراخ نفسها بتاكل فضلاتها هي والنعام والبط لكن الارانب مثلا مش بتاكل الفضلات بتاعتها اما بالنسبة للجنبري فهو كمان بيأكل حشرات فالدكتور بيدور لنا على طعام نضيف نتغذى عليه اكل نضيف لان الرواسب دي بتترصف عضلاتنا علشان كده البيد واللبن والفراخ من الممنوعات في نظام الطيبات يرب اي حد كان بيفكر اللي ناقص في نظام الطيبات من الفراخ او البيد او اللبن يكون اخد فكرة وعرف يريد تشعره الفيديو ده عشان اللي مش عارف يعرف اما سؤال تاني من اكاونت باسم السلام عليكم استاذ انا لسه متابع جديد في نظام الطيبات وكنت محتاج اعرف كل حاجة عنه من حيث الممنوعات والمسموحات والمشروبات والبهارات انا فهمت الاساسيات تمام هقول سريعا كده علشان كل يستفيد الجديد والقديم يفتكر كمان معانا اول حاجة من المسموحات في نظام الطيبات ان احنا نكونوا مقتنعين به ومأمنين به فعلا مية في المية لان فعلا وجود ناس مؤمنة ومقتنعة بالفكرة واستكمت تخبط المعتقدات السائدة اللي احنا مرت علينا في حياتنا ومراضتنا فعلا وجود ناس جمال كده زينا مع بعضنا في عيلة الطيبات في قناة دي هوم حاجة كده مبهجة ومفرحة ومحفزة للاستمرار وطبعا صامدونا في نظام الطيبات مع بعض والمقصود هنا بقى بالمسموحات هي الاساسيات اللي هي سكر وطمر وزيت وبطاطس ودهون واهمها طبعا زيت الزيتون الباقي بقى بيكون تفاريح مش لازم ناخدها بس لو اخدناها مش هتتعب بس كله بالمعقول والدكتور قال ده من قبل كده يعني مش اي مسموح لازم ناكله عشان مسموح ولو تعبك لازم نشيله ولو انه مسموح اساس النظام هو الصيام الاسلامي اتنين وخميس مثلا وكمان صيام جاف ما بين الوجبات والوجبات بتكون وجبتين بس ناكل لما نجوع ولما ناكل لازم نشبع علشان ما نعودش نلقط كل شوية وخلاص نبقى كده عشبعنا ونقفل بقنا على كده ولو احنا عايزين نخس حنقلل التوست والرز ونسود السكريات والعصاير طبعا فيه عصاير معلبة وفيه عصاير طبيعية العصاير الطبيعية مش مستحبة اللي هي بتاعة الفواكه ونضربها في القلاط ونحط سكر والكلام ده لانها بتصير جهاز المناعة الدكتور دياء بيقول كده المستحب بس هو عصير الاصر لو مش حبين ان احنا ناخد عصاير معلبة ومش حبين ان احنا ناخد مواد حفظة مع انها مسموحة ممكن ناخد مثلا كاركا دي زي اللي احنا شايفينه ده بالسكر او ده برضو عصير كمان نقلل من التوست ومن الرز ونقلل من عدد ساعات الصيام واللي عايز يزود في وزنه حيزيد بكل سهولة هيكل برحته وبناء الشفاء لكن شرب المياه لما نحس بالعطش نبدأ ان احنا نشرب مش دي زمان 2 لتر في اليوم مش هينفع وانا شرحت الاسباب في فيزيوها قبل كده في القناة ارجعوا ليها هتلاقوها في قائمة تشغيل نظام الطيبات كمان ما نقطرش هي دي بقى ركائز النظام بتاع الطيبات طبعا التوست اللي انا عرضته في اول الفيديو ده هو الاساس معانا في نظام الطيبات التوست ريتشي بيك بالرطة وطبعا زيد الزيتون والسمنة البلدي والاشطة الطبيعية حلوة قوي معانا والكريمة بتاعت الطهي بس لازم تضغيلي كويس على النار ممكن تكون مرة كده في الاسبوع الجبنات بقى هي الجبنة اللي تشيدر والفلمانج والجبنة المطبوخة المسلسات بس الدكتور يعني قال الانواع بتاعتها اللي بتكون غير كده لأ مسلسات او كبايات تمام وجبنا الروم يكون نوع كده كويس الرز كله بقى معانا ممتاز جدا جدا الرز المصري احسن وقفية كتير كمان من الرز البسمتي نفيش اي خضار معانا طبعا احنا عارفين هي اساسا البطاطس بس اللي معانا البطاطس اللي بتتقلي اللي شفتوني قالتها فينجرز دي في الزيت وبناكلها مع الغدى مع الفطار مع الرز مع توست اي حاجة هي دي الوحيدة اللي معانا تمام البطاطس اللي هي شبسي ماركة شبسي مش اي ماركة تانية وانا عارفة انها مقاطعة انا بس بقولكم طبعا الدرة اللي هو في شار مثلا معانا او درة مسلوقة حلوة قوي الدرة مشوية موجودة معانا برضو ممتازة بس لو تعبتوا منه بلاشوا جربتوا وبطنقوا وجعتكم مثلا او حسيتوا بسوق هضم بلاش كل الفواكه مسموح معادة الكانتالوب ومعادة الشمام والبطيخ والبرتقان والمانجا لللي بيحبوا المانجا انسوا بقى المانجا لأكل والعصير الجوافة بتكون من غير بزر والتفاح والكمترة من غير قشر ويستحسن انه هم يتبخوا على النار زي الكمبوت كمان الرمان يتعصر عصير بس ويصفى من البزر بتاعه الحلوة التحنية الغمقى معانا كل انواع المربة معادة مربة البرتقان والمانجا الشاي الاسود او الاحمر والنسكة فيه البلاك واللي اتنين في واحد والتلاتة في واحد واللي متضاف ليه كريمة واللي مش متضاف اي حاجة فيها انكلمة نسكة فيه ممنوعة الشاي الاخضر مسموح والقهوة التركي مسموحة هي كمان الكاكاو كمان ممتاز معانا هو والسحلب كل البهارات معانا معادة الشطة هي ممنوعة سبق البحر كله معانا وانا قلت قبل كده في فيديو من حوالي كده الفيديو اللي قبل قبل اللي فات هتلاقوه انواع الاسماك البحرية المسموحة معانا واللحم الحمرة موجودة معانا برضو مرتين في الاسبوع شربة عزام البكر والكوارع ولحمة الراس والمنبار والعكاوي والكندوس والضاني والكبدة فين بقى اللي بيقولوا العناصر الغذائية القليلة اللي موجودة في نظام الطيبات اللي هتتعبنا ومش هتبني عضلاتنا وهتوقع شعرنا وهتتعب عضمنا بالاضافة طبعا النظام فيه فيتامين دال وفيتامين ألف وأساسا أي أدوية حمودة كنا بناخدها لازم نوقفها أي أدوية كوليسترول بناخدها لازم نوقفها ده أساس النظام وطبعا أي أدوية تانية بتتاخد سواء بقى للقلب للروماطايد للسكر لأي مرض من الأمراض عفاكم الله جميعا بيبقى باستشارة الطبيب اللي هو متابع معاه ووقف أي دوة مثلا ضغطة أو سكر أو أي حاجة لازم تكون بالتدريج مفيش حاجة بتتقطع مرة واحدة وإحنا برضو متابعين النظام حابة تبدأي شوية شوية واحدة واحدة كده على مهلك ابدأي بس وقف الدقيق والبيض واللبن والفراخ وبعد كده حتلاقي نفسك جسمك بقى أحسن شكله كده اتنحت شوية بشوية كمان لما تلاقي نفسك بقتي أحسن وصحتك بقت أحسن هتلاقي نفسك لوحدك عايزة تبطلي بقية الممنوعات اللي موجودة معانا في النظام علشان تخدي أحسن نتيجة ودي مكونات توست ريتش بيك للي خارج مصر ودي الخامة بتاعة التوست للي خارج مصر برضو وحابب أنه هو يشتري توست ومش عارف نوعه إيه بيشوف الخامة كده تبقى زي دي بالضبط كده صعب أنها تتقطع المسام بتاعتها كده ديقة مش واسعة ومفرغة كتير سؤال سريع كده من دكتور ريهان بتقول يا ريت لو تعملي فيديو ملخص دايت ونأكل إيه ونصوم قد إيه أول ما تسحي من النوم ما تكلش ولا تحطي شوية مياه في بؤك ولا أي حاجة خالص زي زمان كباية مياه والكلام دا ما تكلش خالص غير لما تحسي بالجوع وما تشربيش غير لما تحسي بالعطف هتكل تستايا أو تستتين معهم مثلا كباية شي أخضر مش عايزة كباية شي أخضر يبقى معهم مثلا كباية من العصير تستتين هتحطي عليهم أي حاجة من المسموحات اللي احنا قلنا عليها دي كانت تستايا فيها طحينة والتستايا التانية فيها موس متشوحة على النار بزبدة وكمان شوية من القرفة شربت معهم كباية من العصير بعديها بنصف ساعة باخد فنجان مثلا من القهوة ومعها حتة من الشوكولاتة مش عايزة بلاش هتعودي حوالي كده ست ساعات خمس ساعات لغاية لما تحسي بالجوع حستي بالعطش في الوقت اللي في النص ده اشربي واروي عطشك وخلاص وبعدين مش هتتغدي وتغدي الواجبة التانية غير لما تكوني جعانا البطاطس معانا هي والرز والشربة اللحمة يومين في الأسبوع بأي طريقة من الطرق هتلاقي في القناة كلها بتاعة الطيبات وقائمة التشغيل بتاعة نظام الطيبات أكلات للغدا وأكلات للفطار وأنواع كتير وأشكال كتير كلها لا تعد ولا تحصي أنا عاملاها بطرق مختلفة وحاجات لذيذة جدا جدا هتحببك في النظام وحتخليك تمشي عليه على حق فعل وحتبقي معانا صامدونا في نظام الطيبات في عائلة دي هوم خلاص واخدتي الواجبة التانية وقفلي بوقك بقى على كده حستي بالجوع تاني هتاكلي ما حستيش بالجوع يبقى الحمد لله لتاني يوم مفيش عدد ساعات معينة المهم لصيوم الجاف ما بين الوجبات وكل ما اتطولي عدد ساعات الصيام ده هيكون خير لك مش عايز اتطول عليكم اكتر من كده استنوني في فيديو مهم جدا واجابة على اسئلتكم ولو عندكم اي سؤال برضو اكتبوه فيه كومنت وانا ان شاء الله هجمع الاسئلة مع بعض اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل ودعموني بلايك وشير للفيديو لغاية مقابلكم الفيديو الجاي على الخير خلوا بالكم من نفسكم باي باي حلويين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة